السلام عليكم ورحمة الله ترومبت أو مضخة الباور أو الستيرينج فلويد بامب هي أحد المكونات الرئيسية في نظام التوجيه العيدروليكي ووظيفتها الأساسية هي تقليل الجهد المطلوب لتدوير أو لف الدريكسيون أو عجلة القيادة ومساعدة الصائق على التحكم في تدوير أو لف إطارات السيارة بسهولة وتم استخدام ترومبت الباور في سنة 1951 واللي بدأت فيه السيارات تبع أكبر وأتقلب واللي كان بيحتاج من الصائق هو أكبر لتحريك الدريكسيون أو عجلة القيادة وخصوصا عند السرعات المنخفضة والحد النهاردة ما زالت بعض الشركات المصنعة للسيارات بتستخدم مضخة أو ترومبت الباور في نظام التوجيه لتحريك السائل الهيدروليكي المضغوط للمساعدة في توجيه الدريكسيون أو عجلة القيادة ودايما بيقال أن التوجيه الهيدروليكي بيوفر إحساس أفضل في التحكم ولكن مع التطور الأخير وظهور التوجيه الكهربائي واللي بدأت تميل لمعظم الشركات الصنعة للسيارات وده لأنه ما بيحتاجش صيانة دورية وبيوفر استهلاك أفضل للوقود وما بيستخدمش فيه مضخة أو ترومبت لدفع الزيت وما بيتمش تحركها من خلال سير المحرك في حلقة النهاردة هنتعرف على كيفية عمل ترومبت أو مضخة الباور وعلامات تلفها موسيقى 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 إزاي بتشتغل ترومبت أو مضخة الباور؟ نقدر نلخص عمل مضخة أو ترومبت الباور من خلال النقط دي أولا بيتم توصيل علبة الديركسيون أو زي ما بيقول عليها البعض دودة الديركسيون بعجلة القيادة من خلال عمود الديركسيون وده بيضمن أن مقدار العزم أو القوة المطبك أو المستخدم على الديركسيون يساوي المقدار المطبك أو المستخدم على الإطارات وبتشتغل ترومبت الباور مع تشغيل محرك السيارة من خلال بكرة متصلة بصير المحرك أو بصير إضافي وفي بعض السيارات بقى تشغيلها كهربائيا بعد كده بيتم ضافة السائل الهيدروليكي من خلال ترومبت الباور وبيتم إرساله لعلبة أو دودة الديركسيون وبيضغط السائل على ترس التوجيه في علبة أو دودة الديركسيون واللي بيدير أو بيلف الإطارات من خلال أزرع أو درعات الديركسيون وده عند إدارة أو لف عجلة القيادة وبيزيد الضغط مع زيادة سرعة المحرك وعلشان لازم يكون في ضغط كافي لتدوير أو لف الإطارات أثناء الطباطه فعادة بيكون الضغط عند سرعات المحرك العالية أكتر من اللازم وبيتم تفريغ الضغط الزايد ده من خلال صمام تنفيس الضغط وده هي الطريقة اللي بيتحكم بيها السائق في مقدار دوران أو لف الإطارات الأمامية طيب إيه هي علامات تلف ترمبط أو مضخط الباور؟ لما بتتلف ترمبط الباور بيبقى التحكم في عجلة القيادة صعب وبيحتاج وأكبر من السائق وممكن ما يقدرش أو ما يتمكنش السائق من تحريك الديركسيون أو عجلة القيادة نهائيا وبشكل عام كلما كانت السيارة أتقل في الوزن زادت صعوبة دوران أو لف إطاراتها بدون مساعدة ترمبط الباور ودي أكتر لعلامات الشائعة واللي بتدل على تلف ترمبط أو مضخط الباور أولا نقص زيت الديركسيون أو زيت الباور يعتبر زيت الباور مهم العمل ترمبط أو مضخط الباور علشان كده فتشغيلها بمستوى منخفض من سائل التوجيه ممكن يسبب مشاكل في النظام ومن ضمنها تلف ترمبط الباور بسبب التآكل الداخلي فافحص دايما مستوى السائل علشان تتأكد من أنه ضمن النطاق المناسب أو النسبة الصحيحة ولو شفت أو لحظت أي تسريبات فلازم تصلح الأجزاء المتضررة أو التلفى بأسرع وقت علشان تحافظ على ترمبط الباور من التلف وعموما عادة بيكون زيت الديركسيون أو زيت الباور لونه أحمر علشان كده لو شفت أو لحظت بقعة من اللون ده أسفل السيارة فده دليل كبير على أن فيه مشكلة ما في ترمبط الباور ثانيا تلوث زيت ترمبط أو مضخط الباور عند فحص مستوى السائل في الخزان خلي بالك من لون زيت الديركسيون أو زيت الباور فلو كان لونه ماضي فده بيدل على أنه متأكسد ومش هيشتغل بالشكل المطلوب وممكن تحصل الأكسادة دي لما يدخل هوا للنظام وكمان ممكن يحصل من خلال ترمبط الباور المعيبة أو التلفى ثالثا الصرير أو التصفير في بداية التشغيل يعتبر ده عرض شايع لما يكون سير المحرك بدأ يتلف أو أنه غير مشدود بشكل صحيح ولكنه ممكن يكون كمان مؤشر أو دليل على أن ترمبط الباور تلفى علشان كده تأكد أولا من شد سير المحرك أو السير الإضافي بشكل صحيح ولو سمعت الصرير أو التصفير أثناء المنعطفات أو الملفات الحادة مش بس في بداية التشغيل فده بيدل على تلف ترمبط الباور رابعا صوت أنين أو زن أثناء الدوران أو اللف ممكن تحصل ضوضاء غير عادية أو صوت عالي بسبب خلل في ترمبط الباور وعادة بيدل ده على نقص زيت الدريكسيون أو زيت الباور واللي ممكن تدمر أجزاء تانية في نظام التوجيه وغالبا بيزيد الأنين أو الزن مع زيادة سرعة المحرك ومع دوران عجلة القيادة بالإضافة أنك ممكن تسمع صوت الأنين أو الزن عند إدارة أو لف عجلة القيادة لآخرها وده أمر طبيعي إلى حد ما ولكنه يعتبر صعب على ترمبط الباور ولازم تتجنبه لما يكون ده ممكن خامسا بطء استجابة الدريكسيون أو عجلة القيادة لازم يؤدي تدوير أو لف الدريكسيون لإدارة أو لف الإطارات الأمامية للسيارة فورا ولكن لو قمت بإدارة أو لف الدريكسيون وكانت استجابة إطارات السيارة بطيئة فممكن يكون فيه مشكلة ما في ترمبط الباور وعموما ممكن تدل الحالة دي على مشاكل تانية في نظام التوجيه أو نظام التعليق في السيارة ولازم تقوم بمعالجتها أو إصلاحها في أسرع وقت ممكن سادسا تقل الدريكسيون وصعوب التدوير أو لفه على السرعات المنخفضة لازم تكون السيارة اللي بتستخدم ترمبط الباور سهلة الدوران علشان كده لو حاولت إدارة أو لف الدريكسيون وكانت توجيه تقيل بشكل غير عادي والإنعطاف صعب فمن الأفضل أن يتم فحص ترمبط الباور في مركز صيانة متخصص في نهاية حلقتنا نكون نتكلمنا ووضحنا أكثر المعلومات الضرورية عن أهم مشاكل ترمبط أو مضخط الباور وأعطال النظام علشان تكون على معرفة بيها وتقدر تحدد إذا كانت محتاجة لإصلاح شكرا لكم ونتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة